ملف آخر إذا أقول لك يا ملف الخطوط الجوية العراقية هذا الملف شركة الخطوط الجوية العراقية نعم أول ما يجي السيد الوزير كابت الناصر يجي صدر أمر بيع فا كفاح حسن جبار مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية قدرت قادر بعد يومي يرجع كفاح يومي كفاح كلها تعرف طلعت ريحتها يعني كلها تعرف أبو خالد ماك واحد ما يعرف لا مو أنت هنا يجب أن تطالب تطالب بالحقائق وتطالب بالوثاق هذه الوثاق موجودة والوثاق شوفتك يا هاني أي شبية الوثاق يعني ملفات كبيرة جدا ممكن مناقشته بأدد حلقات يعني مثلا يطلب وكلاء خلينا قبل ما تفوتوا بهاي أنت بدعم جبت هذا موضوع الخطوط الجوية العراقية لما أجي كابتن كفاح كابتن كفاح صار مدير الخطوط الجوية بغض النظر أنا سماردة ناقش هذا الملف لأنه من المحتمل أنه هذا الملف أنه إحنا سنفتحه قريبا بالحقائق وبالوثاق نعم رأسا مباشرة أعاد الطائر الأخضر مثل ما يسمونه إلى أوروبا وإحنا رجل عنده شي هاي كذبة هاي سيد نجم كذبة هاي هو كذاب هذا شلون كذاب هو جاب احنا منعنا من دخول الدول الأوروبية وهاي من سنة من أيام باقر الزبيدي طبعا هاي القضية هاي القضية منعت الرجال الآن حالها المنعت شون حالها شون راح استأجر شركة شركة سلوفونية طيارات سلوفونية هو يقول عودة الطائر الأخضر سلوفونية طبعا الله وكيلك ما بيهاي هاي العلامة مالة الخطوط الجوية العراقية أو علم العراق لاش تحمل عنها أبيض كله أبيض الطائر الأبيض سلوفوني هاي من جمهورة سلوفونية جاب جاب لمدهش كم طيارة وهذا طيب يمكن أعتقد عشر طيارات أو أكثر جام الطيارة الطير تروح ياكوب ناكن وفرانكفورت ودزل دولت وبرلين ومو عراقين يعني انت تجد واحد يحيش عربي ماكو بس الله وكيلك بس دولة الثنين حماية الطائرات أن الطائرات موجودين عراقين زين والباقي كل الأسطاف أجنبي زين أنا شلون ما عدنا طائرات يا أخي أنت تروح تحل هذه المشكلة المشكلة العراقية تروح تحلها مو تكذب على العراقين تكذب على الحكومة وتقول يا بو الله أنا حليت هذا الموضوع رجع الطائر الأخضر اللي سخمته اللي رطمته اللي أخذت كل فلوسه من شركة رابحة شركة الخطوط الجوية إلى مطلوبة الآن 55 مليون دولار ليش هيكلها صارت في وقت كفاح طبعا طبعا أنا أقول لك أكو 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 وكر من الفساد في هذا في هذا الشركة يعني مثلا شركة مطلوبة 30 ملايين و 800 ألف دولار زين خليني هذه قضية الشركات أنت أنا أنا ما أريد أن أناقش بهذه الحلقة قضية الخطوط الجوية العراقية لأنه سنفرد لها بالأيام المقبلة حلقات بالوثاة الشركات المتعاملة مع الخطوط الجوية العراقية أو مع النقل أو مع أي جهة هذه الشركات تبيع تذاكر سيد أنا مدير مكتب أو أنا صاحب مكتب عدي هس سؤالي وين هذا يبيع نقد ليش ينطلب ليش ما يسدد نقد إلى حد أنه يمكن أنا مرس معك منك أو غيرك في إحدى الحلقات أنه وصلت ديون بعض الشركات أكثر من 30 ملايين دولار شلون يصير هذا يصير يعني أنا أنا مثلا منسق وهي كفاح هذا كفاح تجيني للأشياء يعني هس منح وكالة الأحد الوكالة بخمسمائة أليف دولار نص مليون دولار استلمين كاش وقعت وكالة شين هاي وكالة بلروسية والروسية باحل واحد ما علم أنه هاي الشركة يا الشركة الشركة ما عملنا ما عرف شسمها يعني بلروسيا وبروسيا هي في يعني شركة مفلسة وفي يعني مطلوبة وشركة أصلا الدولة الدولة البلروسية ما تتقبل دخولهم إلى إلى أراضيها ليش تتهم كفاح أنه أخذ نص مليون دولار نعم مقابل هذه الشركة نعم لأنه نعم نعم نبس هاي الشركة باستعد أن تواجه كفاح أواجه مو كفاح بس مو 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 لسانب حالك بالوثيقة بالوثيقة عندك ما يثبت استاذ شوفتك أنا شوفتك الوثائق شوفتك الوثائق بس التجوز ما مش أنت منتبه شوفتك كل الوثائق لا لا أنا الوثائق شفتها كلها لكنه إحنا الآن أمام الرأي العام والسيد كفاح وإنت عندك ما يثبت أنه هذا صارت الصفقة مقابل نص مليون دولار نعم وبعد ين بعد ين راح يشتغل طوال مدة شهرين يرتب وضعها ويرجع الخط الخطوط الطائرات العراقية إلى روسيا وبلل روسيا طبعا توقفت بسبب هذا الملفات يعني وهذا ثلاث ملايين وثمينمائة ألف دولار هاي ثلاث ملايين وثمينمائة ألف دولار شلون شركة تخسر لجمة الساحل مثلا خسرت جاب شركة مسمى آخر دخلها مش شبيهة مطلوبة ذي الشركة صرت على صفحة طبعا كل الطمطم كل الطمطم